يواصل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اختيار أعضاء إدارته الجديدة لتعزيز سياساته وتوجهاته في قطاعات ومجالات مختلفة من بين الشخصيات المرشحة حاكمة ولاية داكوتا الجنوبية كريستي نوم لتولي وزارة الأمن الداخلي وهو منصب محوري يرتبط مباشرة بسياسات الهجرة المتشددة للجمهوريين واعتبر ترامب أن كريستي قوية جدا فيما يتعلق بأمن الحدود كذلك رشح الرئيس الأمريكي المنتخب بيت هوكسات الضابط السابق في الحرس الوطني الأمريكي ومقدم البرامج في شبكة فوكس نيوز لمنصب وزير الدفاع في إدارته المقبلة وخدم هوكسات وهو من المحاربين القدامى في العراق وأفغانستان وخاد انتخابات مجلس الشيوخ في ولاية مينسوتا عام 2012 المرشح الأوفر حظا لقيادة الدبلوماسية الأمريكية ولتولي منصب وزير الخارجية السينتور عن ولاية فلوريدا ماركو روبيو روبيو ذو الأصول الكوبية والبالغ من العمر 53 عاما شغل سابقا منصب الرئيس المشارك للجنة الاستخبارات في مجلس الشيوخ ويعرف عن نهجه بأنه متشدد حيال الصين كما أنه يدعو إلى تشديد العقوبات الأمريكية على إيران الرئيس التنفيذي لشركتي تيسلا وسبايس إكس أيلون ماسك هو أيضا حجز له مكانا في إدارة ترامب الجديدة سيتولى وزارة الكفاءة الحكومية إلى جانب رجل الأعمال فيفاك راماسوامي بالنسبة لترامب الرجلان سيمهدان الطريقة معا أمام الإدارة الجديدة لتفكيك البيروقراطية الحكومية وتقليص الإجراءات التنظيمية المفرطة وخفض الهدر في النفقات مع إعادة هيكلة الوكالات الفيدرالية أيضا برز اسم مايك وولتز الضابط السابق في القوات الخاصة والمتشدد حيال الصين لشغل منصب مستشار الأمن القومي الهام في الإدارة الأمريكية المقبلة التي تواجه تحديات صعبة في السياسات الخارجية من بينها الحروب في أوكرانيا ولبنان وغزا فريق ترامب الجديد سيضم كذلك النائب السابق جون راتكليف الذي أسندت له رئاسة وكالة الاستخبارات المركزية سي اي اي يرى الرئيس الجديد بأن راتكليف سيكون مقاتلا شجاعا في الدفاع عن الحقوق الدستورية لكل الأمريكيين وسيضمن أعلى مستويات الأمن القومي والسلام من خلال القوة من بين الشخصيات البارزة في تعينات الجديدة نجد المستثمرة العقارية والمتبرعة لحملة ترامب الانتخابية ستيفان ويتكوف تم اختياره ليكون مبعوثه الخاص إلى الشرق الأوسط وبعد الانتهاء من تسمية الأعضاء البارزين في الفريق الرئاسي الجديد ينتظر أن تتولى إدارة ترامب مهامها بعد تنصيبه الرئيس السابع والأربعين للولايات المتحدة في العشرين من يناير المقبل